عقد وزير صحة خالد عبدالغفار ووزير الإسكان شريف أشربيني اجتماعاً لبحث التعاون المشترك في ملف التنمية البشرية ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الجانبين وأكد وزير صحة أهمية تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحور الرئيسية في ملف التنمية البشرية وقالت وزارة الصحة إن الاجتماع ناقش الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها في القطاع الصحية إلى جانب مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات وإضافة إلى المشروعات الجارية في المنشآت الطبية بالمحافظات ومن جانبه أكد وزير الإسكان أن ملف التنمية البشرية يعد أحد أهم الملفات الهمة للدولة مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية